اشتركوا في القناة لان الكثرة تغلب الشجاعة زارهم يريد لهم الهداية فبدأ الهجوم عليه من كل الجهات اتذكر يوم كذا وكذا وعلت الاصوات وانطلقت الضحكات وقام من عندهم بعد ان جددوا جراحا ماضية وحركوا في القلب والنفس اشياء وبدأ الصراع من جديد جاؤوه بعد ايام يعرضون عليه السفر الى مكان قريب بقصد شراء سيارة قالوا له نريد من يذكرنا بالله ويأمنا في الصلاة ويعلمنا الجمع والقصر فزينت له نفسه السفر وانطلق معهم وليته لم يفعل اتفقوا مع بغي زانية فاجرة الله اكبر يدفعون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله ادخلوها علي ومعها خمر وشريط غناء حتى تكون الليلة حمراء ولا زالت به حتى سقطوا كأسا من خمر ثم ثاني ثم ثالثة ثم وقع المحضور وانهدم في لحظات بنيان لطالما تعب حتى بناه نام في فراشه عاريا مخمورا والعياذ بالله تبا لهم ولامثالهم دخلوا عليه ضاحكين شامتين وهو مغطا في فراشه ايقظوه فلان فلان فلم يجبهم فكرروا النداء فلان فلان فلم يجبهم حركوه قلبوه في فراشه فلم يستيقظ اسمع الفاجعة صاحبنا شرب الخمر وزنا ونام ومات من ليلته في فراشه ومات من ليلته في فراشه ومات من ليلته في فراشه على اسفأ خدام ايوه أصحاب هؤلاء انا لله فإنا اليه رجعون يا الله يا الله ايوه أصحاب هؤلاء ايوه أصحاب هؤلاء ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا